هذا النقطة جداً مهمة، نتكلم إيش الشروط منح براءة الاختراع، نتكلمنا عن براءة الاختراع، نتكلمنا عن نموذج منفعة الشروط الأساسية هي ثلاثة، الجدة، الجدة بما هنا نقصد فيه أن يكون موضوع جداً جديد يعني فيه خطوة جديدة حدثت في الابتكار هذا، النقطة الثانية هي الخطوة الإبداعية، وهذا نقطة جداً مهمة، الخطوة الإبداعية لازم يكون موضوع شيء إبداعي مش شيء عادي، بمعنى لو نتكلم عن العجلات، إطارات السيارة، سابقاً إطارات السيارة كانت من الخشب اللي هي كانت في العربات عبارة عن الخشب، بعدين بعد ذلك، إيش الشيء الجديد اللي صار؟ الفكرة بشكل عام هو نقل، وسيلة نقل يعني الدائرة هذه هي يعني الحركة الدائرية هذه تساعد على نقل مادة أو أي شيء من مكان إلى مكان آخر إيش الجديد اللي صار لما صارت الإطارات؟ اللي هو التغيير كامل خطوة الإبداعية فيه أنه أصبح متصل بمحرك إلكتروني، محرك هيدروليكي، محرك، هذا خطوة إبداعية جديدة الجديد في الموضوع أنه أنا غيرت أنا ما لسه أستخدم إطارات خشب، فهناك شيء جديد اللي هو الإطارات التلاستيك أو الإطارات المطاطية أو الحديد أو أي مكان السؤال، هل هو قابل للتطبيق الصناعي؟ نعم قابل للتطبيق الصناعي، فلذلك هل هو هذا يعني فيه براءة اختراع؟ نعم الإطارات فيها براءة اختراع طب السؤال اللي يسأل نفسه طب إحنا يعني ليش الأمور تسقط في الحق العام؟ لو ما، لو ضلت الملكية الفكرية تورث من جيل إلى جيل أو أنه يعني تسقط تماماً تماماً عند الوحيد هو اللي يسطع السيارة في عام الملايين من ملايين، عشرين سنة، بعد العشرين سنة سقط في الحق العام، لكن إذا هو شاطر ايش يسوي؟ قبل ما يسقط في الحق العام، ايش يسوي؟ يعطي تراخيص لشركات، يعني كل في سنة 19 سنة وخمسة شهور يبدأ يعطي تراخيص لشركات لإنتاج سيارات، وهذه الشركات رح تنتج سيارات وهو يكون عنده نسبة، وهو جالس مكانه، فالحين كثير من الناس في مكاتب متخص وهذا شيء جداً مخيف حتى دقيقةً، في شركات متخصصة تتربص ببراءات الاختراع، إيش تسوي؟ أنا منال شجلت براءة الاختراع، لكن أنا ما عندي قدرة أن يأنتج، تمام؟ أنا صممت نظارة إذا لبستها أبداً ما تطيح من عندي في سرعة مدري إيش وما يدخل فيها الماء في المطر ولا 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 كل هذا الإبتكارات، بس أنا ما قدر أنتج هذا الشيء، ما راح أقدر أوفره يعني بكميات تجارية أو النابيع، في مكاتب متخصصة إيش تسوي؟ تروح تتربص وتشوف، من عمل أو أنا سجلت ملكية فكرية لكن أنا ما قدر أنتج، فأنا عندي ملكية عندي وثيقة الملكية الفكرية لكن ما أقدر أنتج، في إيش تسوي؟ تروح تأخذ، تروح الشركات هذه شركات ببراءات الاختراع؟ مش إيش تسوي؟ تروح تشوف من أنتج نفس النظارة اللي أنا سجلت فيها براءة اختراع فيش تسوي المكتبة؟ إيش يسوي صاحب المكتب يجي عندي سماعي يا منال تصدقي أنك تشفت أنه في حد سرق الفكرة مالتش كيف يعني؟ في حد أنتج وسوه وكذا وكذا أنت يعطيتي إذن لحد؟ أقول له لا أنا ما أعطيت إذن لحد فأقول له خلا نروح نرافعه في المحكمة وتصير في محاكم وتخصصة للمكتية الفكرية ليش؟ لأن الناس تحصلوا لها فلوس فأنا إيش يسوي منال؟ أروح أحاكمه لأنه أنتج من غير إذني بعلماً بأنه شاف أني أنا عندي أو حتى ما شاف حتى لو ما شاف أنا عندي حق يحق لي أني عندي ملكية فكرية إيش يصير الحين؟ صار مصدر الدخل حالي أروح عنده أقول اسمعني يا بيننا المحاكم يا تنتجوا حالي نسبة فإيش يسوي؟ هو يعطيني نسبة وأنا جارسة في البيت وطبعاً المحامي هذك أخذ نسبته وراح وتوكل ففي ناس كثير حقيقةً تستغل هذا براءات الاختراع خاصة براءات الاختراع الغير مستغلة يعني الواحد عتاد بيسجل براءات الاختراع عادت أحياناً واحد يسجل براءات خلية مكلفة هي مكلفة أنك أنت تسجل وما تنتج لأنك أنت كل سنة لازم تجدد عشان تبقى لك وإذا ما تجددتها تسقط الحق العام ففي كل أحوال أنت ما مستفيد فإذا ما مستفيد أنا دائماً أقول للطلبة كانوا عندي كثير طلبة يعني يسجلوا براءات الاختراع بعدين ما يريدوا يعملوا فيه شيء أو أنه ما عندهم القدرة أن يعملوا شيء بس بعدين ما يعملوا شيء وحياناً يجيهم مستثمرين ويجيهم ناس أقولهم أعطوهم ترخيص أعطوهم ترخيص حتى لو عندك نسبة 1% ما هي حصل لك ما أنت قاعد تدفع تجديد البراءات الاختراع وإنت ما قاعد تسوي شيء ما قادر تنتج فلذلك دائماً أقول جداً مهم هذا النقطة طب أرجع الحين للموضوع هذا اللي هي شروط محل براءات الاختراع أتكلمنا عن الجدة والخطوة الإدعية وقادل التطبيق الصناعي سؤال إذا فقط أي من هذا الشروط أي شرط من هذا الشروط وخاصة خاصة الشرطين الأولانيين إذا فقط أي منهما يتحول موضوع من براءة الاختراع إلى موذج منفع أنا أحتاج أغير المكاين أزين يتغير من يتحول الموضوع من براءة الاختراع إلى نموذج منفع إيش المقصود بهذا؟ مثلاً أنا ابتكرت ابتكرت نرجع موضوع الإطارات الإطار الأول كان خشبي وعملت ابتكار وحصلت في براءة الاختراع لما عملته بلاستيك طب أنا عملته بلاستيك مطات عذراً عذراً مطات تمام؟ وعملت المطات اللي هو اللي الحين موجودة في إطارات السيارات ولكن اليوم استخدمت أنا شخص ثاني جيت أبتكر واكتشفت إنه الإطار اللي مستخدم في النوع من أنواع المطات المستخدم يعني لدائن أي نوع من أنواع لدائن أحسن من المطات اللي مستخدم الحين في السيارة لكن نفس المواصفات وكل شيء إنه رح يمتص صدمات أكثر يمتص صدمات في حالتنا في السيارة أو في في أماكن وعرة فالسؤال اللي يطلح نفسه هنا هل هذا ابتكار جديد؟ هل يستحق إنه يسجل كبراءة اختراع؟ لا هنا يسقط الحق حق كنموذج منفعة سوري يسجل كنموذج منفعة ليش؟ لأنه فقد الجدة الخطوة الإبداعية أيوة لأنه رح يمتص الصدمات في الأماكن الوعرة وا 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 هل قابل للتطبيق صناعي؟ أكيد طابق قابل للتطبيق صناعي ولكن هل هناك الجدة في الموضوع؟ لا هو ما شي جديد إطارات موجودة استخدمت هذا ولا هذا ما هذا كمان يمشي يعني تمام؟ فهنا يتحول الموضوع إلى نموذج منفعة وذكرت نقطة جدا مهمة جدا مهمة في حالة عدم الحصول على ترخيص من صاحب الملكية الفكرية يسقط النموذج منفعة يسقط أو يحتكم في النموذج منفعة بحقوقه بمحدودية جغرافية أو محدودية جغرافية البلد بمعنى في عمان نموذج منفعة في حالة أن نموذج منفعة ما ممكن أعمله تصنيع خارجي إذا أنا سويت نفس ابتكار حد آخر موجود في بلد ثاني فما يحق لي لا أبيع ولا أشتري ولا أنتج ولا أصنع خارج بلادي أبدا أبدا خارج هذا البلد هذا وإلا ست يعني فيه محاكمة أتمنى هذه النقطة جدا واضحة يعني أنه هي تخضع لي قانون البلد أكثر من أي شيء ثاني ترجمة نانسي قنقر